السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار اليوم الخميس التاسع من ذي الحجة لعام 1438 للهجرة الموافقة الواحد وثلاثين من أغسطس لعام 2017 للميلاد نقدمها لكم من موقعي أنا السلفي أفادت السلطات الأمنية في بنجلاديش أنه تم انتشال عشرين جثة اليوم الخميس عقب غرق قارب في نهر ناف كان يقل لاجئين من الروهينجيا اقتحم جنود صهيونيون اليوم الخميس مبنى محطة الحرية الفلسطينية في جنوب مدينة الخليل وخربوا جزءا من المعدات وسلموا لإدارتها أمرا عسكريا بغلق المقر ستة أشهر في ضوء اتهامات بالتحريض قدمت الحكومة الإيطالية مليون يورو لدعم الأطفال المعرضين للخطر في السودان خاصة في الخرطوم والولايات الشرقية قتل شرطيين الخميس في الجزائر عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بعد محاولة دخول مديرية الشرطة في تيارث التي تبعد 350 كم جنوب غربي العاصمة الجزائر بحسب ما أفرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ضرب زلزال بلغت قوته خمسة وأربعة من عشر درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس منطقة جبلية نائية جنوب إيران وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية كلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإلقاء خطبة عرفة اليوم الخميس أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأربعاء نجاح المرحلة الأولى من خطتها لموسم حج العام الحالي تحت شعار خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا والمقدمة في المسجد الحرام لخدمة ديوف الرحمن قال أمير منطقة مكة المكرمة إن هناك 1564 حاجاً قطرياً يؤدون الفريضة بزيارة 354 عن العام الماضي وذلك حسب ما أفرت فضائية العربية أمس أعلنت المدرية العامة للجوازات بالسعودية وصول 1.752.014 حاجاً يمثلون 168 جنسية للمملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية لأداء مناسك حج هذا العام 1438 هجرية وأشارت الجوازات إلى أن عدد الحجاج هذا العام شهد زيادة عن العام الماضي بلغت 426.263 حاجاً بنسبة 32% أنجزت السلطات السعودية تنفيذ مشروع هام في إطار التحضيرات لموسم الحج الجاري وأكملت بناء أطول طريق للمشاة عالمياً يربط منطقة جبل الرحمة بمشعر منا مروراً بمزدلفة ضخت المملكة العربية السعودية 12.6 مليون و600 ألف عبوة مياه وعصائر وألبان للمشاعر المقدسة خلال الأيام الخمسة الماضية حذرت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام من استخدام أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة وذلك للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية بما فيها التهاب الكبد الفيروسي باء وجيم وغيرها تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري من القبض على شخص قبل تهريبه 805 ألاف قرص مخدرة إلى داخل البلاد وحرر محضر بالواقع تمكن ضباط مباحث تموين بالغربية من ضبط موظف بإدارة تموين زفتة وثلاثة من أصحاب المخابز لقيامهم بالاستيلاء على 15 مليون جنيه بعد تجميعهم 18928 بطاقة تموينية من ثلاث محافظات بجانب محافظة الغربية خلال عشرة أشهر ألقى رجال مباحث شرطة تموين وتجارة الداخلية القبض على مدير مجمع استهلاكي بالجيزة استولى على ثلاثة ونصف طن لحوم مدعمة قبل بيعها للمواطنين بعيد الأطحى وحرر محضر بالواقع قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعاقدة بالعباسية بحبس ضابط شرطة عامين مع إيقاف تنفيذ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري والتعادي على شركة وتحطيم بعض الأجهزة الإلكترونية بها في منطقة الأميرية كما أمرت بغرام عشرة ألاف جنيه وصلت الطائرة السابعة لمصر للطيران من طراز البوينج بي 737-800 إنجي إلى مطار القاهرة الدولي لتنضم إلى أسطول الشركة وهي ضمن الصفقة التي أبرمت مؤخرا مع شركة بوينج العالمية والتي تضم تسع طائرات من نفس الطراز نشرت شركة جلوبال فايرباور العالمية دراسة أجرتها حول أقوى الجيوش في العالم واحتلت روسيا المركز الثاني في الدراسة التي شملت أكثر من 133 دولة وعن أبرز الجيوش التي احتلت المراكز العشرة الأولى بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين فكانت من نصيب الهند وفرنسا وبريطانيا وتلتها كل من اليابان وتركيا وألمانيا ومصر كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن استيراد 43 ألف رأس من العجول والجمال في سياق متصل أكد حسن حافظ رئيس رابطة مستورد اللحوم الأفريقية انخفاض القوة الشرائية للحوم والعجول الحية في عيد الأطحى هذا العام بنسبة 50% عن العام الماضي نتيجة ما سماه ارتفاع الأسعار غير الطبيعية قال المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة في تصريحات له إنه سيتم فتح منافذ الشركة في أول أيام عيد الأطحى المبارك لاستمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة والمبردة وكذلك اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% قرر المجلس الأعلى للجامعات تحديد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية لتكون 350 جنيها بدلا من 165 جنيها شهريا مثل ما كانت السنوات الماضية أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد ومواقيت صلاة عيد الأطحى المبارك بمحافظات ومدن الجمهورية حيث تكون صلاة العيد بالقاهرة الساعة الخامسة و 57 دقيقة صباحا وننشر الموعيد في صفحة الأخبار بموقعي أنا السلفي تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي؟ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما من سلسلة من أعلام الصحابة فضيلة الشيخ أحمد فريد أنا سبن النبر من سلسلة صور من حياة الصحابة الشيخ مصطفى دياب المسجد الأقصى بين أوليائه وأعدائه الشيخ عصام حسنين تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي؟ من دروس الأطحى دعوة التوحيد كمال الشريعة النساء شقائق الرجال التكافل الوحدة كتبه الدعوة السلفية هو سماكم المسلمين من قبل كتبه ياسر برهامي أجمل أنشودة وأصدق نداء كتبه حسن المصري ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي هل يمكن تحديد نوع الجنين وصفاته عن طريق الأغذية والأدوية الطبية؟ حكم احتساب ما أخرجه من أطعمة بنية الصدقة من زكاة ماله معنى قول عائشة رضي الله عنها إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير ومن جديد باب البطاقات الدعوية يوم العتق من النار خير الدعاء انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته